اهلا بكم في فقرة جمال المرأة النهاردة هنتكلم عن كل ما يخص المرأة جمالها، اناقتها، معايير جمالها وهنتكلم دلوقتي معنا الاستاذة رانيا هتتكلم اكتر في تفاصيل عن معايير جمال المرأة فضايوا استاذة رانيا اهلا بك يا سمر، اهلا من السيدة مشاهدين اول حاجة عايزة اقولها نصيحة لكل بنت وانتي رايحة الجماعة الصبح دايما تحافظي على بشرتك اول حاجة هنحط واقي للشامس سان بلوك علشان احافظ على بشرتك من اشعة الشمس الضرة وكمان استخدم متيريال كويس لبشرتك ما يكونش مضر لبشرتك علشان اكون دايما متقلقة وكون دايما شكل يكون كويس وانا رايحة الجماعة بالنسبة للبنت لو رايحة مثلا مناسبة معينة او رايحة صهرة طبعا الميكاب بيختلف بس برضو اللي انا عايزة اركز عليه واقوله ان هي لازم تحافظ على بشرتها من اشعة الشمس الضرة خصوصا في الوقت بتاع النهار بالنسبة لللفات الترح وبالنسبة للبنت اللي مش محجبة لفة الترحة طبعا بتختلف من ان هي راحة مناسبة او راحة جامعة طبعا بالضبط تمام بالنسبة للموضة دلوقتي اللي ماشية اليومين دول اللي التربون والاسبانيش والحاجات اللي كل بنت طبعا عارفاها انا عايزة بس انصح كل بنت مش اي حاجة موضة طلعت مثلا عجباني يبقى هتليق علي لازم اشوف المناسب ليا مناسب للستايل لبسي المناسب للستايل بشرتي اللي يليق علي يعني مش كل بنت هيمشي معاها التربون او الاسبانيش او مثلا في لفات معينة لازم البنت تحرص عليها وتاخد بالها قبل ما تنزي من بيتها تكون مزبطة كل حاجة في الستايل بتاعها طب بالنسبة للميكوب يا رانيا يعني بيختلف طبعا عن الصهرة وعن اننا راحة مناسبة وعن اننا رايحة جامعة الاختلاف ان انت الصبح وانت رايحة الجامعة طبعا انت خارجة في وقت النهار يعني في شمس يعني في طراب يعني في حاجات ممكن تدور بشرتك لو انا زودت او افورد شوية في الميكوب بتاعي ممكن ادور بشرتك بدل منفعها ممكن استخدم ماتيريال يكون يعني يكون مضر ببشرتك ما يتناسبش مع اشعة الشمس عشان كده دائما بحرس بقول تستخدمي اي واقي شمس سامبلوك اول حاجة سامبلوك بعد كده نحط فاونديشن مش لازم لوس باودر مش لازم كومباكت باودر مش لازم يعني طبقة واحدة من الفاونديشن ونعمل برضو يعني بلاشار حاجة خفيفة تكون سيمبل عشان اكون متقلقة وفي نفس الوقت اكون عند الثقة في نفس تمام بلاش الاوبر طب عايزين يعني نبزة مختصرة عن الستايل اللبس عمتا وهي في صهرة او وهي راح الجامعة وهي راحة بالنسبة للستايل اللبس بالنسبة للستايل اللبس اكيد طبعا وانتي راح الجامعة طبعا الجينس الجينسات على طول الشميزات الشميزات مثلا لو واحدة محجبة طبعا هتحرص على الشميز يكون اطول شوية من جاكت جاكت هيكون ممكن يكون قصير مفيش مشكلة والشيميز يكون طويل على أي بانطلون مفيش مشكلة لو عايزة تحط التربوه بس أهم حاجة يكون ماشي مع الستايل بتاعها وأهم حاجة التربوه يكون ماشي مع الفيز بتاعها مع وشها ده أهم حاجة يبقى لبسي كويس وستايل كويس وفي نفس الوقت مش ماشي مع بشرتي أو مش ماشي مع وش برس اه تمام في نهاية فقرتنا يارب تكون فقرتنا عجبتكم أحب أشكركم وإن شاء الله يكون لنا فقرات تانية ونصايح تهم كل بنت وست مصرية مع مواطن مصري أشكركم وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر